لم يكن ابو زهير يعلم ان فاتورة العذاب والاقتتال السوري وهروبه من منزله في حمص لم تصل نهايتها وانه سيكون على موعد اخر مع المعاناة في مخيم الزعتري شمال الاردن ذاق القليل من حرارة الصيف وسيذوق الكثير من برد الشتاء الذي بات على الابواب يعيش اطفاله داخل هذه الخيمة يهاجمه فيها الفقر والعوز ونقص الغذاء والكسوة وحتى النور وهاهو يرقب الايام علّه يصله الدور في استلام كارفان يأويه واطفاله قبل ان تصله امطار الشتاء والله صلنا اربعة الشهور جايين نحن وعندنا هذا صغير مرضاني وقدمنا نحن مشان قارفاني نحن مشان شتوية تلال قارفاني وقالونا بعد كاملها ماضي متصل عليكم بعد كاملها سجلونا اسم قالونا متصل عليكم بعد كاملها والله ما طالبنا يعني الحمدلله والله عني معمي أسرا من ناحيتنا بس مشان هالشتوية يجبونا شوية تياب لها الولاد ما عنا وبدي قارفاني تياب ما عندهم الولادة لبسهم يعني من يوم تياب اللي جبتهم من سوريا وبدي نجب لهم ما في مصاري جوزة قعد لا شغل ولا عملي في العام الماضي كان ساكن المخيم على موعد مع شتاء قاس جرفت أمطاره خيمهم وحطمت بعضها وتركت ساكنيها في حيرة من أمرهم ما بين مطرقة العودة للموت في سوريا وسندان المعاناة لكن ما يخبئه لهم العام الحالي هو شتاء سيكون الأقسى على المنطقة بحسب بعض الدراسات والبحوث ما يفرض على الدول المانحة والجهات الداعمة التحرك سريعا لدعم الأردن الذي تحمل الجزء الأكبر من الضغوطات الاقتصادية على بنيته التحتية وعلى مياهه وقطاعاته الأخرى لا شك أنه إدارة شؤون المخيمات في مديرية الأمن العام يعني أخذت على عتقها وضع خطة واستراتيجية طموحة جدا في أنه نستطيع أن نستبدل ما لا يقل عن خمس تلاف خيمة بحوالي أيضا خمس تلاف كارفان حقيقة لدينا في المخيم القديم كما شاهدت منذ دخولك إلى المخيم لدينا هذا المخيم القديم نحتاج إلى استبدال يعني الخيم بكارفانات جديدة جدا لمواجهة فصل الشتاء لذلك نناشد ونهيب بالمجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة مساعدة الأردن لكي يتمكن من الإيفاء بالتزامات تجاه اللاجئين السوريين أكثر من 150 ألف لاجئ يعيشون داخل أسوار هذا المخيم تقدم لهم المنظمات الدولية الداعمة للاجئين المؤن والعلاج والمسكن لكن ارتفاع موجات النزوح المستمرة قد فاقمت ما تم تقديمه من كارفانات وبيوت جاهزة مع اقتراب فصل الشتاء البارد يبقى أبو زهير وغيره من ساكن الخيم في مواجهة مباشرة مع مخاوف من عودة مأساة الشتاء الماضي في انتظار جهود دولية من أجل تقديم المزيد من الدعم لبلد تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية حيدر العبدالي لليوم على الحرة من مخيم الزعتري شمال الأردن ترجمة نانسي قنقر